اشتركوا في القناة واجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب وأمه بنت لهب آمنة أجداده بين قريش كائنة أجداده بين قريش كائنة مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين في يوم الاثنين ربيع الأولي في ثاني عشره حسابا عولي في ثاني عشره حسابا عولي مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة وأمه عقيب ست ماتت وجده بعد ثمان وافات ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصر الشام معه وارتحل وزار بصر الشام معه وارتحل من بعده متجرا في مالي خديجة فزوجه في التالي وفي تمام أربعين أرسلا للناس يهديهم لدين حملا يدعو إلى التوحيد جوف مكة ثلاث عشرة سنين تمت وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت لطيبة ثم السيوف شرعت سبعا وعشرين غزاب النصرة وموته في حد عشر الهجرة أزواجه بعد خديج عشرة سودة ثم عائش المطهرة سودة ثم عائش المطهرة فحفصة زينب أم سلمة وبنت جحش زينب المكرمة ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة أولاده القاسم عبد الله يا الطاهر الطيب زاك الجاه وزينب رقية وفاطمة وأم كرثوم إبراهيم الخاتمة وأم كرثوم إبراهيم الخاتمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا